طب بعد ايه? وبتقولوا انتوا بتحاربوا الارهاب? ايه الخطوات اللي عملتها مصر? ولا اي حاجة ولا اي حاجة لا على سبيل اه في الكلام في المناهج ولا في التدريس ولا في ايه اللغاز ولا في اي حاجة خالص بالعكس الاجهزة المصرية الرسمية والحكومية والامنية بلا استثناء بلا استثناء بلا استثناء حلفاء للسلفية واعقدون صفقات مع السلفيين وجمعيات السلفية والطيرات السلفية والاحزاب السلفية وهم سلفيون اخترقتهم الوهابية في اعمقهم وفي ظواهرهم ولا يمكن باي حال من الاحوال ان تكون هذه الاجهزة مؤترة تمنى ابدا على مصر كدولة مدنية او على مصر كدولة تنشر فكرا وسطيا او تؤمنوا بانها دولة غير وهابية وغير سلفية على الاقل الازهر بتاعنا اللي انتو طول الوقت فخورين به ولابد ان نكون فخورين به وبتاريخه الازهر اشاعري ما تردي انتو لا عارفين اشاعري ولا ما تردي ولا حاجة اصلا انتو ولدتوا على السلفية وتربيتهم على السلفية انا اتحدث عن اجهزة الدولة ومسؤول الدولة وموظف الدولة واعلام الدولة الذين لا يعرفون حتى ما هو الازهر يتشدقون كلاما عنه ودفاعا عنه ويعني وتنتفح اوداجهم دفاعا عن الازهر وهم مش عارفين ان الازهر بيتم تكفيره في مفاهيم السلفية والوهابية وان الازهر مذهبون اخر لا تدرون عنه شيئا نمارسه نحن ونعيشه ليلة نهار من مئات السنين لغاية ما جات الوهابية بفلوسها باموالها واخترقت المجتمع واشترت الزمم واشترت الضمائر وغسرت العقول واشترت الاعلام واشترت الجمعيات واصبحنا في واقع تم شراءه وهابيا الى فصل